موسيقى موسيقى تختار العتاد مام تمام nave آلامة الزايد ماذا تشوف يقول العتاد هذا بيقول ان العتاد هذا القناع 师 RES graduate و organization of thousands و 43% بيجعلك او لسرق او أخضر و 13% بيجعلك بنفسك عندك اسطوري او ذهبي imprisoned ماذا ترفع النسبة هذه عشان تضمن عتاد أفضل تجلق عليك انك تضغط على اللي تحت تشوفونا الكلمة اللي تحت تضلط عليها هنا بتختار الأشياء اللي تبي تصنعها خلنفترض أننا الحين أبصنع السلاح هذا على سبيل المثال السلاح هذا أو القناع أرجى لأيتاد بلقاه هنا موجود هنا زي ما تشوفون أنا أبصنع سجره على الحين اختار النوع على سبيل المثال لو فتحت هذا أنت على طول شريت هذا ورجعت بيفتح لي وراه تلقائي بيفتح لي وراه شوفون أنا شريت الدرح هذا تمام تمام عندك العملة هذه وانتك قاد تلعب في اللعبة بتجمع العملات هذه تلقائي بتلقى عندك كثير الدرح هذا شنون بخليه أسطوري أنا بضمن شيء يحصلني أسطوري تضغط على علامة الزايد وبتطور بتطور اللفل هنا بالفلوس تشوف صار اللفل اثنين زي ما تشوف فكل ما ترفع اللفل عند يبدأ الأسطوري نسبة للأسطوري عندك من اللفل أربعة وطالع من اللفل أربعة وطالع عندنا المحل الثاني اللي هو المحل هذا لو دخلنا عليها الحين نفسه جارة ليسار لكن هذا تخصص أسلحة تخصص أسلحة فتضغط على هذه وتختار السلاح تشوف مثلا تحتاج سنايبر تحصله هنا تحتاج مثلا هذه سنايبر سنايبر تحصله هنا رشاش بتحصله هنا فتختار النوع اللي ناسبك وتبدأ تطوره ونفس الشيء بموضوع الأسطوري عشان تضمن سلاحة سطوري ترفع من اللفل لين تحصل تزود النسبة حقها الأسطوري وتصنع خلونا نصنع هذا حين لما تبي تصنع بيقولك وش اللي تبي تركز عليه لو ضغطت على خيار هذا يسألك يقول وش تبي تركز عليه تبي در مهاجم ميكانيكي فتختار اللي ناسبك على سبيل المثال أنا بخليه مهاجم زي ما تشوفون فأضغط على ستار هذا كل 6 دقائق ترجع بتحصل اللي هو الصناعة هنا عندك المحل هذا المحل هذا بيطور أسلحتك ترفع اللفل لأسلحة بيطور الأسلحة هنا تختار النوع اللي ناسبك وترفع السام هذا بيطور ماكس وهنا بيطور العتاد في طريقة أسهل أفضل من أنك تروح للمحل والتعب نفسك تدخل على العتاد وتختار أي قطع من القطع هذه إذا كنت لابس أي شيء بيقولك هذا التطوير هنا طورها زي ما تشوفوا تشوفون طورتها أنا مثل ما تشوفون أني أنا لابس القطعة إذا صرت من تلابس القطعة ما رح تلقى الأعلامة هذه فأنك تضغط على الثلاث نقاط وتضغط على التطوير هذا كذا عرفنا شلون نطور الأسلحة وكل شيء وعرفنا شلون نصنع وكل شيء ففي شيء مهم أنا في بداية اللعب أدري أنك في أسلحة وفي عتاد اللونة بنفس الجينة مطورة وخسرت عليه موارد خسرت عليه موارد تطوير وحاب أنك ترجع مواردك عشان ما يروح تعبك بلاش كل ما عليك أن يتدخل على المتجر هذا فاندر 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 مدرش اسمه لو كانت تدخل عليه أول ما تدخل بتحصل ثلاث خيرات هنا بيبيع لك الأشياء كل ما ترفع لفل شخصيتي كل ما باع لك أشياء نادرة هذا الخيار الأول اللي هو أنك تشتري هذا أنك تشتري حلو هذا أنك تشتري خيار الثاني اللي هو أنك تبيع لو كان عندك ألوان أبيض تضغط على الأبيض كل شيء بيحدده أنا ما عندي أبيض نضغط على بنفس الجي تشوفوه نحدد لي بنفس الجي أي سلاح بنفس الجي حدد لي وعلى طول أبيعه خلونا بيع من هذه حبة واحدة بس للشرح لو بعتها في الخيار الثالث اللي هو أنك ترجع الأشياء اللي بعتها ترجع الأشياء اللي بعتها تشتريها بنفس السعر زي ما تشوف رجعت اللي بعتها فبخصوص الموارد لو دخلنا هنا الحين مثل ما تشوفون أنا لو بطور سلاحي هذا خلنا نفترض أطور السلاح هذا تشوفون أنني بس مية وسبعة وخمسين شلون أرفع الموارد هذه شلون أجيب الموارد هذه أنا خسرتها على أشياء ثانية وحاب أني أرجح الأمر بسيط عزيزي مشاهد خلوني أول شي أشرح لكم أساسيات بسيطة اللي هو عندك على السلاح هذا لو ضغطنا فيه خيارات تحصلة هنا أول خيار اللي هو أنك تكسر السلاح تمام ثاني خيار اللي هو أنك تطور السلاح الخيار اللي هو أنك تحط مقارنة مع العتاد اللي ينت لابسه خلنا نفترض أنه عندك هذا ومتحير بينهم زي ما تشوف تقارن القطع مع القطع اللي ينت لابسه آخر شي تحط على المفض اللي يصير على السلاح وقفل شوفونا نحن ما عليه قفل لذلك كذا صار عليه قفل أسود خيار إضافي اللي هو أنك تضيف مودات على السلاح أو على العتاد تضغط الكلمة هذه وبتحدد المود بتضيف المود هنا أعلى جود أضيفها على طول زي ما تشوف تضيف كل المودات هنا على العتاد هذا على السلاح نفس الشي تضغط هنا تضغط مود وتحدد بتعدل على سلاحك تعدل على سلاحك تضيف فيها الأشياء هذه زي ما تشوفون أضيف الأشياء كاملة هنا سؤالنا الحين شلون أجيب الموارد اللي خسرتها كلها عليك أنك تدخل هنا وتختار النوع هذا أي النوع بنفس جيد زي ما تشوفون أنا مطور النوع لو ضغطنا على تكسير بيعطيك كل الموارد اللي موجودة عندك يمجيك تكسرها فيه شرح بسيط بس ثواني مثل ما تشوفوا الحين عندنا الأسلحة خلونا نتكلم عن الأسلحة لو أبا كسر يسار تشوف عطاني حبة من حقة التطوير وخمسين من عملة الفلوس زي ما تشوف عطاني حبتين بكذا فشلون تضمن الأشياء الأكثر خلونا نروح للعتاد الحين شوفونا أنا مطور العتاد هذا لو ضغط عليه بيعطيني وحدة وبيرجع للعتاد اللي خسرت عليه خلونا حين نكسرها كان عندي 157 صح خلونا نكسرها الحين شوفوا مثلا بطور السلاح لو بطور السلاح بتشوفوا نصار معي مئتين وثلاثة فمن الأفضل أني تضغط هنا وتختار تكسير لا هذه مقارنة ما عليش فتختار تكسير وتحدد الإشياء بنفس الجية كاملة أعطاني 380 كل الموارد اللي خسرتها رجعت لي كاملة زي ما تشوف أضغط على تكسير كسرتها ونفس الكلام على الأسلحة لو في قطع أو أنك طورت السلاح راح يرجع لك كامل القطع شوف كذا نروح الحين نتأكد ونشوف كم صار معنا لو بطور السلاح تشوف صار خمسمية وثلاثة وثمانين قطع يمدينا أطور السلاح الحين وأنا مرتاح حنا الحين شرحنا شلون تطور الأسلحة وشلون تصنع الموارد أو العتاد والأسلحة فوق هذا عرفنا شلون نرجع مواردنا اللي خسرناها في محل ثالث اللي هو يغير مهاراتك لو دخلنا حين عليه هنا تكلمنا زي ما تشوف هي بيعطيك جميع الخصائص اللي بداية اللعبة اللي قالوا اختر زي ما تشوف بداية اللعبة قالوا لك اختر صح فيمديك تفعلها كاملة وتستخدمها لو بفتح هذا راس الذيب الحين مهارات راس الذيب ضغطنا هنا بيطلب مني اللي هو قطعة بيطلب مني قطعة قطعة منه موجودة ف تدخل على المتشر تشتري هذه القطعة زي ما تشوف القطعة صارت معي الحين وراح نرجع ونكلمه تشوف القطعة صارت معي من ثم تشوفون اضغط كذا على طول فتح تبعي المهارة تلقاي هذه المهارة زي ما تشوفون تفعلت معي يمدي نختارها بي وقت والكلام كله على نفس المهارات الثانية بس يا أسطورة كذا يكون وصلت النهاية المقطع اتمنى اني ما نسيت شي وشرحت لكم كل شي خطوة بخطوة فأتمنى انك ما تحرمنا من اللايك والاشتراك ويلي تتابعنا على التوك توك وعلى حسابي سناب شات جميع حساباتي راح تلقاها في أول تعليق ومع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر